نعم مع السليماني اعلان الطلاق بين واشنطن والسلطات الحكومية في بغداد بات وشيكا هذا هو ملخص تقرير امريكي نشرته مجلة فورين افيرز وتحدثت فيه عن تصدع كبير في العلاقات الثنائية لا سيما بعد مقتل قاسم سليماني بقصف نفذته طائرة امريكية او اكثر قرب مطار بغداد ولعل اختيال واشنطن قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني وذراعه الايمن في العراق ابو مهدي المهندس كان بمثابة رصاصة الرحمة التي وادت اي مبادرة للتفاوض بشأن تقارب امريكي ايراني لاعادة رسم النفوذ في المنطقة مستقبلا تقول فورين افيرز ان المشكلة بين واشنطن وحلفاء ايران في بغداد بدأت عقب الانتخابات البرلمانية عام 2010 عندما ايدت كل من الولايات المتحدة وايران ترشيح رئيس الوزراء الاسبق والزعيم حزب الدعوة نور المالكي لولاية ثانية رغم عدم فوز قائمته بالانتخابات بخلاف ما هو معمول به في الدستور وانتهاجه سياسات طائفية في فترة حكمه الاولى وارتكاب قواته العديد من الجرائم والانتهاكات ضد العراقيين فوز المالكي انذاك استغلته ايران سياسيا وضغطت عبر حليفها باتجاه تفعيل اتفاقية الاطار الاستراتيجي مع واشنطن الموقع عام 2008 وهو ما حدث بالفعل عام 2011 عندما اعلنت ادارة الرئيس السابق باراك اوباما انسحابا شبه كامل من الاراضي العراقية باستثناء وجود قوات داخل القواعد العسكرية وهو ما جوبها بانتقادات واسعة لا سيما في الاعلام الامريكي الذي اتهم اوباما بتسليم العراق لايران على طبق من ذهب لم تمر بضع سنوات قبل ان تعود واشنطن تحت مظلة التحالف الدولي بنية تثبيت نفوذها بشكل اكبر في العراق وجعل حلفاء ايران من السياسيين وزعماء الميليشيات في قائمة اهدافها عقب اعلان هزيمة تنظيم الدولة عسكريا تغيرت قواعد اللعبة في المنطقة بعد مقتل سليماني كما يرى مراقبون فحليف الامس في بغداد يبدو ان صلاحيته انتهت بشكل اوضح من ذي قبل وهو امر ادركه المتشبثون بالسلطة وميليشياتهم فسارعوا لاظهار المزيد من الولاء لايران بل واعلان العداء لامريكا بعد مقتل سليماني اكثر من خمسة وعشرين الف متظاهر عراقي سلمي قضوا بين شهيد وجريح على يد ميليشيات الاحزاب ولم يحرك احد في السلطة ساكنا لا حكومة ولا برلمانا ولا غيرهما ولو ببيان استنكار لجرائم الابادة تلك وبعكس ذلك انتفضت الاحزاب في البرلمان يتصدرهم رئيس الوزراء المستقيل عبد المهدي الذي حضر الجلسة وطالب باخراج القوات الامريكية من العراق واعلن عدم تنفيذه العقوبات المفروضة على طهران وفي تشرين الثاني 2018 اي بعد عشرة ايام تقريبا من تشكيل الحكومة العراقية الحالية بدأت الحزمة الاولى من العقوبات على ايران اعلنت هذه الحكومة انها ليست جزءا من منظومة العقوبات رموز العملية السياسية في العراق في وضع لا يحسدون عليه فالحليف الامريكي رفع يده عنهم كحليف استراتيجي اما الحليف الايراني فما زال في مرحلة الصدمة ومعاينة الاضرار بعد ضربه في مقتل على اكثر من صعيد لعل ابرزها السياسي والعسكري ترجمة نانسي قنقر